خبر التاني ايضا بتاع الكورونا وبصوا بقى الزيارة وزيرة الصحة المصرية دكتورة هلا زايد النهاردة في زيارة الى الامارات لبحث خطة توريد دفعات لقاح فيروس كورونا لمصر زي ما حضراتكم عارفين ان دولة الامارات في اللقاح هيبدأ في ان هما يبعثوا لنا كل فترة في خطة لتوريد هذا اللقاح ووصلت وزيرة الصحة واجتمعت مع وزير الصحة الاماراتي وعايز اقول لكم انها نقلت طبعا رسالة شكر من الرئيس عبدالفتاح السيسي للامارات لتوريد لقاح الكورونا وبدأت ايضا في نفس هذه الزيارة وده اللي عجبني جدا ان هي دراسات لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاح نفسه تصنيع لقاح الكورونا في مصر مع الشركة المتخصصة الخاصة به ولكن خلونا ناخد اتصال هاتفي حول هذا الامر طبعا هي رئيس تنفيذ المجموعة جي 42 او جي 42 الاماراتية للرعاية الصحية اللي هو بينك تشاو هي التقب بيه النهاردة وتحدثت معاه عن التصنيع في مصر او نقل تكنولوجيا الخبرة دي علشان مصر تكون المصدر بتاع التصنيع في الشرق الاوسط وافريقيا اشتركوا في القناة